بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله احنا اتفقنا مع بعض ان الابحاث كلها هتتسلم من خلال المنصة اللي هي ايد مودو دي المنصة التفاعلية بينك وبين المدرس المدرس هيطلب منك بحث في كل مادة طيب عشان تخش على المنصة اللي هي التفاعلية بينك وبين المدرس لازم يكون معك كود الكود ده هتجيبه منين؟ هتجيبه من الموقع ده اللي نزلته وزارة التربية والتعليم هتكتب هنا الرقم القاومي بتاعك بعد كده هتختار سنة الميلاد شهر ايه؟ بعد كده يوم ايه؟ تاريخ ميلادك بعدين هتختار المحافظة اللي انت فيها وبعد كده هتختار النوع وهتكتب تسجيل الدخول وهيتم ارسال او هيجيبه لك الكود بتاعك بعد ما تعرف الكود من خلاله هترتخش على المنصة اللي هي بتاعة ايد مودو بعد كده بعد ما تستلم الكود وتعرف الكود بتاعك هتخش على منصة ايد مودو علشان تتفاعل مع المدرس وتشوف المدرس النقط اللي هيقول لك عليها تيمشي عليها في موضوع البحث سيقول لك بالزبط هتعمل عن انهي جزء في المنهج بالنسبة لكل مادة هتخش على منصة ايد مودو وهتدوس ابدأ زي ما احنا شايفين دي المنصة ودي الادوات التفاعلية اللي فيها انت هتخش كطالب هيطلب منك الكود المفروض انت استلمته من شوية اللي احنا استلمناه وعرفناه هتقوم دخل الكود هتدخل على طول على التفاعل مع المدرس بتاعك انت اما حاجة لما تيجي تبدأ مش تبدأ كتيتشر مش كمدرس هتبدأ كطالب انت هتخش كطالب وزي ما تشايفين معايا دي اهم خانة عندنا اللي هي الكود اللي هي الكود الخاص بالفصل بتاعك اللي انت المفروض استلمته اللي احنا لسه فاتحين واستلمناه من شوية هتدخله هنا بالتالي هتسجل وتخش على المنصة مع المدرس خلي بالك البحث ما ينفعش يبقى البحث بتاعك زي بتاع صاحبك بالزبط لو اللي تنزل بعض متطبقين انت كده هتشتغل دور تاني هتنزل في الترم او في المادة وهتخش لها دور تاني لو عملت بحث متطابق البحث لازم ما يكونش متطابق الرابط كلها سيبها لكم في اول تعليق بالنسبة لتكليف الابحاث هيتم تكليفك بالبحث يوم خمسة اربعة ان شاء الله رب العالم هتعرف بالزبط انت هتكلف في ايه في كل مادة تساوش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة اشتابع معايا كليك تعملوا شير لصحابكو علشان يستفيدوا اشتركوا في القناة